طب أنا هعود تاني لفكرة يعني موضوع السيني موضوع العرض لكن برضو يعني لفت نظري في البداية حضرتك دايما تذكر والدتك في هذا الموضوع هل لها تأثير في اختيارك في أفلامك لموضوعات الكثير منها نسائية؟ طبعا يعني موضوع أنا عندي موضوعين أنا ما أعملش أفلام غير عن موضوعين المرأة والتطرف الديني ومنتبه له من بادري على فكرة يعني أنا أول أفلام يا دنيا غرامي كان بتكلم على ده من 95 أو يمكن قبل كده كمان ليا فيلم برضو اللي تخرجت بيه بتكلم عن نفس الموضوع فطبعا المرأة المصرية أنا شفتها بقى في الريف أنا والدتي طبعا يعني أبوي متوح نظائرين وولدتي تولت تنشئتنا كلنا احنا كنا أربعة نزحت بنا القائرة عشان تربينا كويس ويعني يعني نزرت نفسها إلينا يعني فالحمد الله تربينا كويس وبشكل محترم ودميقراطي وكده وأنا كنت بشوف في الريف ساعتها كان دي الفترة يعني اللي احنا نشأنا فيها أو كبرنا شوية كان فترة بتاعت الهجرة الخليج فكان الريف المصري تقريبا يخلو من الرجال تقريبا يعني عارفة لو فكرة في المعرق البلح يعني فكرة الهجرة دي كانت أنا كنت بشوف بقى السيدة المصرية بتشغل في الغيت بشغل سوريا يعني في الزريبة يعني كيف تقوم بمهمتها كأم وكعاملة أم وعاملة رب مصر يعني آه وتربي العيال وتعلمهم وتوديهم المدرسة والتاع ولا فيها جنبها أي سند ودون أي دعاية بقى ولا برامج تلفزيون ولا أي حاجة الست المصرية قامت بدور عظيم في مصر كلها في الفترة دي يعني كان الرجل طبعا معزول لأنه كان بيجيب فلوس لكن الست هي اللي بتنشئ فأنا تأثري بحكاية دور المرأة دي طبعا مش بس قصة أمي قصة أمي والفلاحين اللي حواليها والناس واللي شفتهم كتير فبقيت حاسس أنه إلى الآن المرأة ما أخذتش حقها في التعبير عنها وعن دورها وعن وجودها في المجتمع يعني وجودها مثلا المرأة على شاشة السينما كيف تراها الآن؟ يعني بدأت حسن طبعا لكن اللي عايز أقوله أننا إلى الآن برضو إحنا المرأة لغاية دلوقتي معمولة يعني إيه؟ يعني كأنها الجزء المكمل يعني أنا مثلا لغاية دلوقتي فيه أداب لننتخلص منها بعد أداب أنا مثلا أخذت على أعاتقي أبدا أنه ما فيش امرأة تتضرب في أفلام حتى لو الدراما تفرد يعني شوف الدرجة إيه؟ لأنه بقى فيه كان فيه ناس تعودت أنت تلاقيه ما فيش فيلم مصري ما فيش ست بتتضرب ألم أو يعني حتى بطريق أعنف فده بشكل لا إرادي بيعمل نوع من أنواع العنف اللي هو عنف عنصري يعني معتمد فقط على كونها امرأة فده دين امرأة واحد الست بقى العاملة كانت لما يتعامل فيلم زي مراتي مدير عامي يبقى غريب شوية دلوقتي الناس بتتكلم على أنه أكتر من نص الأسر المصرية بتعولها نساء امرأة فحتى فكرة التساوي الكامل بين الرجل والمرأة فكرة غير وردة ومختلطة بأفكار يعني مفهومات غلط في الدين عن دور المرأة وعن وجودها وعن حقوقها يعني دي كلها احنا علينا بفترة طويلة وعبر تراكم طويل نغير الفكرة دي هي مش هتغير بين يوم وليلة لكن محتاجين وقت عشان نغيرها عشان فعلا نستعيد أكتر من نص المجتمع للحياة العاملة